الجزئية الثالثة بيتس موسيماني حاليا في جنوب إفريقيا وأعتقد حسب معلومات اللي وردت لها أن بقرى إن شاء الله بإذن الله هيغادر من جنوب إفريقيا يعود للقاهرة عشان يبدأ يفكر بقى في المرحلة الجاية والاستعداد بقى بعد الراحة السلبية وبرنامج الإعداد وإيه أول مباراة رسمية هيخذها الأهلي في نهاية شهر 9 الجاري بيتس موسيماني كان ليه تصريحات في إذاعية في جنوب إفريقيا وكان فيه حوار تلفزيوني أجراء أول أمس في جنوب إفريقيا مع شبكة S.A.B.C ودي من الشبكات الكبيرة في جنوب إفريقيا وتسأل تحديدا على بيرسي تاو الناس في جنوب إفريقيا كانت تتمنى أن بيرسي تاو يكمل في الدوريات الأوروبية أو لما يرجع يرجع على جنوب إفريقيا لأنهم شايفين لعب بإمكانيات بيرسي تاو وهو تاني كابتن في منتخب جنوب إفريقيا ما كان يرجع يلعب في جنوب إفريقيا أو يكمل احتراف في أوروبا فكانوا بيوجهوا الكلام لبيتسو موسيماني على أنه هو السبب الرئيسي في عودة بيرسي تاو طب تعالوا نشوف بيتسو موسيماني قال إيه بيتسو موسيماني قام لم أقم بإعادة بيرسي تاو لإفريقيا لكن الوضع اللي كان عليه هو السبب في عودته إلى الدوريات الإفريقية بريتون حتى لم يقم باستخدامه خلال فترة الإعداد خلال الأيام القليلة الماضية وأكمل وقال لنقلنا صادقين مرة أربع سنوات منذ أن غادر بيرسي تاو جنوب إفريقيا لأن كان آخر نادي بيلعب فيه كان في نادي سانداونز لكن خلال الأربع سنين هل كان بيلعب في بريتون لم يلعب كرة قدم بالطريقة اللي كان المفروض بيلعب بيها منذ أن خرج من جنوب إفريقيا وضع تاو هو الذي أعاده إلى الدوريات الإفريقية وبريتون لم يعطي بيرسي تاو الإحترام الذي يليغ به في كرة القدم شدت كمان بالمناسبة وقال هل بريتون أكبر من الأهل عشان الناس في جنوب إفريقيا تكون زعلاناً أنه هو رجع مثلاً على الدوري المصري قال للأهل فريق أكبر معزرة نحن عائدون من كأس العالم الأندية لكن بريتون أين يلعب هو شايف أن وجود النادي الأهل أو عودته للنادي الأهل هو شايفها ما تقلش عن الدوري الإنجليزي والاحتراف في الدوري الإنجليزي قال كمان أنا لست مدرب بيحب الخسارة أو يتعامل معها بهدوء أقرأ الخسارة أي نعم ليست هي في مساحتي خلال سبع سنوات عملت في فريق السابق والخسارة كانت في عشرين مباراة وأقل لكن من في الأساس يحب الخسارة؟ أكيد أقرأ الخسارة لكن بلعب على فكرة إزاي أستفيد من الخسارة إذا تعرضت لها في بعض المباريات قال كمان الأهل نفس على ست ألقاب خلال المسم الماضي حققنا خمس ألقاب وهدفنا دايماً هو الفوز بالبطولات خلال الفترة اللي جاية رجعت من كاسع الأندية بالمركز الثالث فوزت أو حققات البرونزية خسرت فقط من بايرن ميونيخ لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في استعداد للبطولات القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر